شاشة سامسونج نيو كيو ليد موديل كيو ان تسعين دي هي احدث اصدار من شاشات سامسونج بتكنولوجي الميني ليد بدقة الفور كيل سنة الفين اربعة وعشرين وهي البديل لموديل السنة اللي فاتت الشهير موديل الكيو ان تسعين سي فترى ايه الجديد والمميزة اللي سامسونج قدرت تقدمه السنة دي في موديل الكيو ان تسعين دي وهل ازا كان الافضل من موديل الكيو ان تسعين سي ولا لأ? وكمان هل ازا كان موديل الكيو تسعين سي مازال بيقدم قيمة قويسة مقابل سعره في الفين اربعة وعشرين او اي موديل فيهم هيكون مناسب ليك اكتر اسئلة كتير هجعب لك عليها في الفيديو ده فعلشان كده حضر كوباية الشاي بتاعتك كراء وقدماغك كده عشان هتسمع معلومات كتير ويريتك العادة لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتاق قناة متفتكش فيديوهات جديدة. وهبتدي الاختلافات ما بين الشاشتين دول بالمقاسات المتوفرة والاسعار لان الاختيار ما بينهم اعتمد بشكل كبير على المكان او على الدولة اللي انت فيها والتوقيت اللي انت بتشتري فيه الشاشة. لان انت لو بتشتري الشاشة وقت تصوير الفيديو او وقت مانا نشرت الفيديو فهتلاقي ان موديل الكيو ان تسعين دي مازال سعره مرتفع شوية بالمقارنة لموديل الكيو ان تسعين سي اللي بوصة. وسعر مقاس ال خمسة وستين بوصة دلوقتي على موقع ستة وسبعين الف وخمسمية جنيه. بعد ما اتعمال عليه خصم التلاتاشر في المية لان كان الموديل ده سعره قبل الخصم تمانية وتمانين الف جنيه. وهتلاقي ان سعر مقاس ال خمسة وستين بوصة في السعودية تمن تلاف ريال بعد ما اتعمال عليه خصم كبير جدا لان كان سعره قبل الخصم سبعتاشر الف ريال. ونفس الموضوع برضو بالنسبة لسعره بالدولار هتلاقي مقاس الخمسة وستين بوصة هو سعره دلوقتي الف وستمئة دولار وقبل الخاصم كان سعره الفين وتمنمية دولار يعني فيه توفير حوالي الف ومتين دولار في السعر ولكن لو جيت شفت موديل الكيو ان تسعين دي فهتلاقي ان هو متوفر برضو مقاسات بتبتدي من التلاتة واربعين بوصة لحد الخمسة وتمانين بوصة ولكن في السوق الامريكي والاوروبي هتلاقي فيه مقاس ضخم جدا السنة دي وهو مقاس التمانية وتسعين بوصة والمقاس ده جديد السنة دي فمش هتلاقي موجود في موديل الكيو ان تسعين سي وبالنسبة لسعر مقاس الخمسة وستين بوصة فهتلاقي ان سعره دلوقتي تسعين الف جنيه مصري يعني اغلى تلاتاشر الف وخمسمائة جنيه من موديل الكيو ان تسعين سي وسعره بالريال السعودي سبعة تلف وتلتمية ريال يعني ارخص سبعمية ريال من موديل الكيو ان تسعين سي وبالنسبة لسعره بالدولار فهتلاقي الفين وسبعمية دولار يعني اغلى حوالي الف ومئة دولار من موديل الكيو ان تسعين سي. يعني لو انت بتفكر انك تشتري الموديل الجديد الكيو ان تسعين دي وقت نشر الفيديو هتلاقي نفسك بتدفع فرق الزيادة في السعر في حدود الف ومئة دولار او التلاتاشر الف وخمسمية جنيه بالمقارنة لسعر الكيو ان تسعين سي. فتعالنا نتفرج على بيت الاختلفات ما بين الشاشتين علشان تبقى انت عارف فرق السعر ده ايه لسبب فيه وهل ازا يستحق فعلا انك تدفع فرق الفلوسات زيادة ده ولا لا. اول حاجة بالنسبة للتصميم الخارجي فهتلاقي ان الشاشتين بيجوا بنفس التصميم اللي سامسونج بتسميه تصميم اللي بيكون بدون حواف او بزل لس من الاربع جوانب. واللي بيتميز في ان الشاشة دي من الجنب حجمها بيكون رفاع جدا لان اتخانة الشاشة دي ستة وعشرين ميلي يعني في حدود الاتنين سانتي ونص. ونفس الموضوع برضو بالنسبة الحامل او الشاشة اللي بيكون وبيجي بالشكل السداسي باللون الفضلي. فنقطة التصميم الخارجي هنا هتلاقي الشاشتين زي بعض بالزبط مفيش ايه اختلافات ما بينهم. لكن لو جينا شوفنا مداخل ومخارج الواصلات هتلاقي ان الشاشتين بيكون فيهم نفس عدد مداخل ومخارج الواصلات. يعني هتلاقي ان الشاشتين بيجوا بنفس عدد مداخل اللي هو اربع مداخل ومدخلين ومدخل كابل ومخرج الصوت ومدخل التلفزيون الارد الدجتال والانالوج بالاضافة لدعم البلوتوث اصدار فايف بوينت والواي فاي فايف. فتلاقي ان الشاشتين فيهم نفس عدد مداخل ومخارج الوصالات ولكن بيكون في اختلاف مهمة قوي هنا وبين الشاشتين ان موديل الكيو ان تسعين سي هتلاقي ان مقاس التلاتة واربعين بوصة ومقاس الخمسين بوصة بيكون مداخل اللي فيه بيدعمه نقل الصورة المية اربعة واربعين هرتز. ومن اول مقاس الخمسة وخمسين بوصة لحد الخمسة والتمانين بوصة بتكون مداخل بتدعم نقل الصورة ما وعشرين هرتز بس. ولكن الجديد في موديل الكيو ان تسعين دي السنة دي ان كل المقاسات بز挑م من التلاتة واربعين بوصة لحد الخمسة وتمانين بوصة مداخل فيها هتدعم نقل الصورة مية اربعة واربعين هرتز بستتناء بس المقاس بتاع التمانية وتسعين بوصة اللي هيفضل مية وعشرين هرتز. والنقطة ديت هتنقلني فيستخدام الشاشتين دول في الجيمينج اللي هيكون فيها افضلية طبعا لموديل الكيو ان تسعين دي على موديل الكيو ان تسعين سي ازا كنتم بتفكر انك تجيب مقسات من المقسات اللي زي الخمسة وخمسين او الخمسة وستين بوصة. وده بالخاص ازا كنتم بتفكر انك تستخدم الشاشة دي كمونيتور للبي سي وتلعب جيمز من على الكمبيوتر على طول. لان زي ما قلت في فيديوهات كتير قبل كده ان نقطة المية اربعة واربعين هرتز دي مش هتفرق غير اللي عايز يستخدم الشاشة دي للجيمينج من على البي سي. لان طبعا البلاي ستيشن فايف والاكس بوك سيريس اكس الحد دلوقتي فور كي مية وعشرين هرتز. فالنقطة دي مش تفرق معاك في حاجة دلوقتي الا بقى ازا كنت انت بتفكر للمستقبل ازا كان مسلا ممكن بلاي ستيشن فايف برو ينزل مية اربعة واربعين هرتز او يعني بقى في اي مسلا جيمينج كونسول ينزل مية اربعة واربعين هرتز لو انت مش هتلعب جيمينج على البي سي. ولكن غير كده فالشاشتين على مستوى الجيمينج زي بعض بالزبط الشاشتين بيدعمه او بالاضافة لدعم وده بالاضافة طبعا لدعم او مع طبعا دلوقتي اغلبكم يعرف ولكن لو متعرفوش فهو بيكون عبارة عن شريط للادوات بيكون في مجموعة اختصارات بتسهل عليك التحكم في الشاشة وانت بتلعب زي مسلا انك تقدر تعرف عدل في الثانية اللي انت بتلعب عليه او تغير وضع الصورة او الاعداد بتاعت الصورة على حسب الجيمينج اللي انت بتلعبه او تقفل فبيكون في معلومات كتير بتسهل عليك استخدام الشاشة وانت بتلعب. اما بالنسبة لجودة الصوت فالاختلافات هنا بتكونوا على حسب المقاس بتاع الشاشة يعني هتلاقي ان الموديل تسعين دي والكيو ان تسعين سي مقاس التلاتة واربعين بوصة بيجو بنزام صوتي بقوة عشرين ولكن مقاس الخمسين بوصة بيجو بنزام صوتي اربعين واط. ومن اول مقاس الخمسة وخمسين بوصة لحد مقاس الخمسة وسبعين بوصة بيجو بنزام صوتي بقوة ستين واط. وبالنسبة لماس الخمسة وتمانين بوصة فهتلاقي ان موديل تسعين دي السنة دي بيجي بنزام صوتي بقوة ستين واط. ولكن موديل السنة اللي فاتت كان بيجي بنزام صوتي بقوة ستين واط برضو ولكن مش مش فور فبالتأكيد انك هتلاقي في اختلافات في جودة الصوت على حسب المقاسات المختلفة. ولكن الجديد اللي سامسونج بتقدمه موديل الكيو ان تسعين دي السنة دي انك هتلاقي في بعض الموائزات الزيادة زي خاصية اللي كانت موجودة في موديل السنة اللي فاتت اسمها ده غير برضو خاصية اللي كان اسماها برضو السنة اللي فاتت. والبيميز الخاصيتين دول عن السنة اللي فاتت ان هما السنة دي بقوا يستخدموا او الزكاة الاصطناعي بشكل اكبر في ان هما يزبطو لك الاعداد بتاعت الصوت في الوقت الفعلي على حسب المشاهد اللي انت بتتفرج عليها. وده بالاضافة طبعا لان الشاشتين هتلاقي فيهم خاصية كيو سيمفوني اللي بتدهر عن طريقة انك تشغل السماعات بتاعت الشاشة بالاضافة للساوند بار. وده بالاضافة للموديل الكيو ان تسعين دي السنة دي بقى بيدعم خاصية الصوت التلتمية وستين درجة اللي بتحتاج انك تستخدم معها برضو او سماعات رأس بتدعم نفس الخاصية. وطبعا الشاشتين بيدعموا ولكن من عيوب شاشات سامسونج ان هي مش بتدعم لصوت الدي تي اس. فتقدر يعني تقول النقطة جادة الصوت في موديل الكيو ان تسعين دي السنة دي هيكون فيها بعض الموائزات الجديدة اللي ما كانتش موجودة في موديل السنة اللي فاتت. بالنسبة للسوفتوير او نظام التشغيل فطبعا الموديل كيو ان تسعين دي السنة دي بيجي باحدث اصدار من نظام تشغيل اللي هو اصدار سيفن بتاع الفين اربعة وعشرين واللي بالتأكيد هيكون في بعض الموائزات والاختلافات الزيادة عن موديل السنة اللي فاتت الكيو ان تسعين سي. ومن ضمن الموائزات دي مسلا انك هتلاقي دلوقتي عندك قايمة اسمها بيكون فيها يعني مجموعة من التبديلات تاعة المحتوى المجاني اللي تقدر انك تتفرج عليه. ده غير كمال انك تلاقي عندك خاصية اللي بتقدر عن طريقة انك تخلي الشاشة تعرض صور او خالفيات في الوقت اللي انت مش بتستخدم في الشاشة بدل ما تبقى مساحة سودة موجودة قدامك. بتقدر انك تعرض عليها بعض الصور والخالفيات علشان تدي لك شكل احلى للبيت. ولو انت بتحب فتلاقي عندك اللي بيكون في مجموعة كبيرة من التطبيقات اللي تقدر تلعب عن طريقها جيم عن طريق الستريمينج جون ضمنها مسلا الاكس بوكس. اللي هتقدر عن طريقناك تلعب الالعاب بتاعت الاكس بوكس باستخدام بتاع الاكس بوكس. كمان هتلاقي ان او وجهة المستخدم بشكل عام شكلها تغير او حصلت فيه اختلافات بسيطة عن موديل السنة اللي فاتت. زي مسلا انك هتلاقي عندك تلات قوائم ظهرت جيدة في النص من ضمنها قائمة اللي ممكن تعرض لك محتوى من اللي انت بتحبه على حسب مال زكال صناعي يعني بيشوف انت بتحب تتفرج على ايه فيبتدي يعمل لك تفضلات للمحتوى yearn Micheep called G SC, اللي بيكون فيها كل تطبيقات اللي انت عملت لها على الشاشة او لو في تطبيقات جديدة انت بتدور عليها تقدر تدور عليها عن طريق القائمة بتاعت ده غير قايمة live اللي يكون فيها كل محتوى البد المباشر الموجود على تطبيق السامسونج تي بي بلوس. ولكن بالنسبة للريموت كنترول. فتلاني الشاشتين بيجووا بنفس اللي بيشحن عن طريق الخلايا الشمسية او عن طريق مدخل اليو اس بي. ودلوقتي جاءت الكلام عن الاختلاف في جودة الصورة بين الشاشتين واول واهم اختلاف حصل في موديل تسعين دي السنة دي ان كل المقاسات بتاعته بيت بتيجي بفي اي بانل لان كانت بتكون موجودة السنة اللي فاتت في مقاس التلاتة واربعين والخمسين والخمسة والتمانين بوصة بس لكن بقية المقاسات كانت بتكون اي دي اس اي اس وطبعا ده بيميز موديل تسعين دي ساني دي في نقطة انه بيخلي. او التباين متعل oikeاش افضل من مودل السنة اللي فاتت. كمان او التباين ده تحسن اكتر كمان عن طريق استخدام الخاصية بتاعة واللي بتستخدم او الذكاء الاصطناعي بشكل اكبر من مودل السنة اللي فاتت اللي كان بستخدم خصية ولكن برضو هتلاقي ان مودل السنة اللي فاتت زوائر رؤية فيه افضل من مودل السنة دي على اعتبار ان بيستخدم اللي من اهم معيزاتها ان زاوية الرؤية بتاعتها احسن من وده يعني لو انت بتبقى دايما بتبقى عاد تفرج على شاشة التلفزيون من الجنب قوي يعني لو مثلا المكان عندك واسع وانت دايما بتشوف الشاشة من الجنب قوي فالفاي بانيل بتخليك تشوف الالوان بتبهت شوية او بتبقاش بنفس جودة الالوان زي ولكن برضو انا ما اقدرش اضمن لك ان سامسونج هتنزل الشاشة في كل دولة العالم يعني هي مفترض ان السنة دي كل دولة العالم تبقى الشاشة نزلها فيها ولكن احيانا بتيجي سامسونج في دولة بتغير بمزاجها الموضوع يعني يراجع لسامسونج في الاخر هي هتنزل الشاشة في اي ولا اي بي اس فلو النقطة دي مهمة قوي بالنسبة لك حاولو برضو تتأكد من الدولة اللي انت فيها الشاشة عندك اي بي اس ولا بي اي كمان من الاختلافات المهمة بين الشاشتين على المستوى جود الصورة ان موديل الكيو ان تسعين دي لسنة دي بيجي بمعالج جديد اللي هو هو معالج واللي بيختلف عن معالج لسنة اللي فاتت في انه بقى مرتين اسرع من لسنة اللي فاتت بالاضافة لانه بقى بيستخدم خلايا عصبية اكتر مرتين ونص من لسنة اللي فاتت وبالتأكيد ده يساعد على ان جودة الالوان تكون احسن ومعالجة الصورة بشكل عام هتكون افضل من موديل لسنة اللي فاتت بالاخص في نقطة تكبير المحتوى اللي دقته اقل من اللي هيتميز فيها موديل السنة دي على مدول السنة اللي فاتت في نقطة انه يقدم او تكبير الصورة باستخدام الزكاية الاصطناعي بشكل افضل من السنة اللي فاتت. لان اللي كان بيحصل في قبل كده انك لو بتعرض صورة بدقة او بدقة فعلشان تخلي الصورة دي بدقة فعلشان تعوض الفرق في ده او النقص في عادة ده كان المعالج بتاع السنة اللي فاتت بيبتدي ان هو يكرر حوالين المكان النقص. لكن اللي بيحصل الجديد السندي ان او الزكاة الاصطناعي بيبتدي ان هو او يخلق بيكسلز جديدة ما كانتش موجودة قبل جده. وده طبعا بيعتبر تطوير مهم عن السنة اللي فاتت في نقطة تكبير المحتوى لدقتها اقل من فوركي. ولكن غير كده هتلاقي برضو ان الكيو ان تسعين دي السنة دي مازالت ما بتدعمش الدولبي فيجن زي موديل السنة اللي فاتت ولكن هتلاقي ان الشاشتين فيهم والنقطة ديها تفرق قوي اكتر مع الناس اللي هي بتجمع دي بديات مسلا او عندها بلورايز قديمة لان دايما الدي بي ديز والبلورايز بتكون بتدعم الدولبي فيجن اكتر من وبالنسبة شدة لسطوع الاضاءة فهتلاقي ان الموديلين زي بعض تقريبا بيقدر يوصلوا لحدود الالف وتسعمية نتس مع محتوى الاتش دي ار والحد الف وخمسونة نتس مع المحتوى الاس دي ار فلو انت محتار ما بين موديل الكيو ان تسعين دي والكيو ان تسعين سي فزي ما قلتلك في بداية الفيديو ان الاختيار ما بينهم يعتمد بشكل كبير على حسب السعر او على حسب الدولة اللي انت فيها بمعنى لو الشاشتين قدامك بنفس السعر او نقطة الفلوس دي مش تفرق معاك عموما ففي الحالة دي اقولك طبعا هات موديل الكيو ان تسعين دي انك هتستفيد بالمميزات الزيادة زي المعالج الاحدث معالجة صورة افضل الصوت يعني ما فيش اختلافات مهمة قوي بس يعني فيه مميزات وفيتشرز بشكل عام اكتر من السنة اللي فاتت كمان على مستوى السوفتوير او نظام التشغيل انت بتاخد نظام تشغيل احدث من السنة اللي فاتت كل دي حاجات هتلاقيها بتميز موديل الكيو ان تسعين دي عن موديل الكيو ان تسعين سي لكن في نفس الوقت انا شايف ان كل المميزات دي مش المميزات الكبيرة او المميزات الضخمة قوي اللي اتخليني مسلا ادفع فرق في السعر الف ومئة دولار او فرق في السعر تلتاشر الف جنيه زي ما شفنا الاسعار في بداية الفيديو فالموضوع في الاخر هيبقى راجع لتقديرك هل انت عندك استطاع انك تدفع فرق السعر ده في مقابل المميزات دي ولا لا ما انا في ان ان الفيديو كون افادك فعلا ودلوقتي تتفرج على فيديو تاني من الفيديوات اللي اتزار قدامك واريت في انها متنساش اللايك والاشتراك في القناة ونتقبل الفيديو جديد ان شاء الله سلام